أكد الناطق الرسمي للمقاومة في تاعز محمد الحميري للإخباريان معركة الرمح الذهبي تتجه نحو العمود الفقري للعصابة الحوثية لأن الشريطة الساحلية هو مصدر الإمدادات والتهريب الرئيس للميليشيات إجاه المعارك في الثلاثة الأيام الماضية وحتى الآن اتجه وكأنه اتجه إلى العمود الفقري لهذه العصابة التي أهلكت الحرث والنصف وأدخلت اليمن في نفق مظلم ولولا الله سبحانه وتعالى أولا ثم شقانا في التحالف الذين قاموا معنا ومع شرعية الجمهورية اليمنية بعد أن أعتد عليها من أذناب المشروع الفارسي الذين يعني حتى أقول أنا الصراع ليس صراعا مذهبيا ولكن صراعا عربيا إسلاميا ضد مشروع فارسي ضد الإسلام وما هذه الشعارات إلا تدليس حقدهم من قديم الزمان من أيام القادسية الأولى وحتى اليوم على العرب المسلمين لأنهم يعتقدوا أنهم قاموا على أنقاض حضارتهم وهم الذين أخرجوا على من النور هذه المعركة اتجهت لأن الشريط الساحلي هو الذي يمدهم بالحياة وعبرها تصل إليهم وسائل الدمار والخراب بعد أن النظام السابق كان يستقدمه لتهريب كل ما يفسد الإنسان من مقدرات من مساوية من كذا للمنطقة ليس اليمن فقط بل يغرق فيها المنطقة وشباب الأمة العربية وشباب الجزيرة العربية وشباب الجزيرة كلها